نعمل مربة الفراولة نفرز الفراولة ونعمل أحلى عصير مثل الكافيهات نرى سر اللون الحلوة المربة وقوان نرى في الفيديو نهاردة سر عصير الفراولة لونه أحمر نرى الفيديو لكي نرى ما نقوم بعمل وما هي التكات والأسرار التي نقوم بعملها أول شيء انا جايبها كمية الفراولة اللي انا عايزها كمية الفراولة نحط الفراولة كلها في طبق غويت كده ونسيبها منقوعة 5 دقيق ليه علشان ان الفراولة بيبقى فيها رمل فالرمل دون كله ينزل في الماء دي اول خطوة احنا بنعملها هنسيبها 5 دقيق في الماء وبعدين نطلعها من الماء ونخسلها 3 ا 4 مرات لغاية الماء الماء تنضف خالص وما يبقاش فيها الرمل فانا هخسلها كزا مرة وبعدين اطلعها في الطبق خلص انا هنا غسلت الفراولة بتاعتي افضل وقت تجيبه فيه الفراولة اللي هو اواخر شهر 3 يعني من نص ثلاثة لغاية اواء الاربعة كده ادي الفراولة هيت بتبقى معايا كده هنشيل منها بسكينة هنشيل العنقود الاخضر ده واخد الفراولة وبقسمها بالطول تمام يبقى الفراولة اللي انا هخزنها بعد ما غسلتها كويس نقعتها شوية في الماء وغسلتها وصفتها باخدها وقسمها نصين كده وحطها في طبع فانا هعمل الكمية اللي انا هخزنها واشيلها في الكيس هاكمل الكمية ورحي لكم وانا هحطها في الكيس ادي الفراولة اهي بعد ما قطعتها انصاص هاجيب كيس ثلاجة كيس يتنوذي طبعا وابتادي بقى اخد الفراولة اللي انا قطعتها انصاص ويحطها في كيس الثلاجة لازم تكون الفراولة جامدة كده ومسكة نفسها مش مهرية ومش هنحط كيها سكر لما هنيجي نشيلها في الفريزر تمام على قد بقى من الكيس يشيل وعلى قد الكمية اللي انتي هتعمليها هتحطي في الكيس اهو بصوه زي ما عملنا تتفريز التماطن نبطط الحية كده ونخرج من الكيس نخرج الهواء كله وبعدين هشيل وزينه كده اهو في الفريزر طبعا الكمية بقى اللي انتي عايزة تعملها عايزة تجين كيلو كين كيلو ان شاء الله خمسة كيلو عشرة كيلو بنفس الطريقة كده نخسلها ننقعها الاول ننزل منها الرمل وبعد كده نخسلها كده مرة وناخد الفراولة نقطعها نصف ونشالها في الكياس كده ونشالها في الفريزر انا هشيل الكيس دول وبعدين نشوف بقي الفراولة هنعمل فيها ايه هاجي بقى لبقية الفراولة او اي ان كانت الكمية اللي انتي هتعملي بيها احنا هنعمل مربية فراولة طيب هنعملها ازاي مربية الفراولة برضو فراولة جبناها ونقعناها وغسلناها كده مرة وبعد كده هنبتدي بقى نشيل العنقود الاخضر ده بالجلد الابيض اللي بيبقى من فوق اهو زي ما انت شايفين مش هحتاجوا في حاجة وهبتدي الفراولة برضو تكون جامدة هبتدي اعطعها شرايح او مكعبات زي ما انتو عايزين هاي دي الفراولة هي هشيل منها الجزء الاخضر دول وابتدي اعطعها بقى اي تقطيعه انتو عايزينها كمام كده نشيل الاخضر اللي هنا تاني نشيل العنقود الاخضر الورق ده كله وبعد كده هقطعها بقى باما شرايح باما مكعبات كده كده هتتحط على النور وهتتهري فمش هتتواخده نفس الشكلية انا هقطع باقي كمية الفراولة اللي معاية اه وبعدين نرجع نشوفها نعمل فعلا انا هنا قطعت الفراولة هي علشان هعملها مربع طيب هحط على كيلو الفراولة قد ايه هحط على كيلو الفراولة كيلو لربع سكر وممكن كمان تقليل لغاية نصف كيلو ده لو انتي هتسيبيها عاملة كمية كبيرة مثلا وهتسيبيها تتقعد معاكي سنة بحالها يبقى على كيلو الفراولة لو انتي هتعمليها وتخزنيها بكميات وعملة مربع كتير اه لسانة بحالها هتحطي كيلو اللي ربع او نصف كيلو من السكر طيب لو احنا عاملين مثلا ادي كيلو واحد بس اهو هعمل ايه هحط كبايتين بس من السكر على الكيلو ادي كباية وحط كباية الثانية وادي معانا الكباية الثانية يبقى على الكيلو انا حطيت كبايتين سكر نعم لو انتي عاملة زي ما قلنا كلمية اكبر هتحطي على الكيلو كيلو اللي ربع او نصف كيلو من السكر طيب انتي دلوقتي حطيتي السكر على الفراولة عندك وقت تخلي الفراولة في السكر ده لغاية تاني يوم لباخير وبركة ما عندكيش وقت وعايزة تعملي الفراولة على طول هنسيبها بس كده عشر دقائق في السكر وبعدين نشتغل بها همديركوا تقليبة كده عشان السكر يقيد يدخل في كل الفراولة اهو وهنسيب بقى الفراولة في السكر عشر دقائق ربع ساعة بكتير ونبتدي نشتغل بها انما لو انتي عندك وقت هتسيبيها طول الليل في السكر محطوطة في التلاج نشتغل بس كده عشار دقائق ونرجم مع بعض هذه الفراولة بتاعتي اهو ستها عشار دقائق بصوك تدت منها فيها تنزل العصير بتاعها محطوطة فيها ولا مية ولا حاجة بقى هنا محطوط فراولة على قد كمية الفراولة مثلا كيلو هنحط كيلو اللي رابع او نص كيلو ده لو انا هخزنها هعمل كمية كبيرة واخزنها من سنة للسنة انما لو انا عملا كيلو واحد هنحط كبايتين كبار هبتدي بقى اخذ بالفراولة بتاعتي دي اللي فيها السكر ويقفضيها في الحل اللي هشتغل بها على النار افضي كمية السكر بتاعتي كلها فرزن الفراولة برضو مغلش سكر ولا حاجة و ايه دي الفراولة اللي هنعملها مربو نحل البطرياز حطيت الفراولة في الحلة وحطيتها على النار وطول ما انا واقفة جنبيها بقلبها ونخلي بالنا منها علشان نكفرش النار هادية بقلب فيها كده كل شوية علشان السكر يدوب كويس فيها والفراولة بتاعتي تستمي أول ما تبتدي تغني وتعمل ريم هنشوف هنعمل ايه الفراولة هي ابتدت تغلي وابتدت تطلع معي رغاوي بيضة او زي الريم لازم ده يتشال لان ده ممكن مع الوقت هو اللي بوازلي المربب فده كل ما يطلع على قد ما اقدر كده لازم اشيله ههدي النار خالص وزي ما قلت كده كل ما يطلع هشيله اهو معي طبق اهو بطلع فيه الريم نعم ده زي ما قلتلكم مع الوقت ممكن يبوز المربب وانا مش عايزة كده زي ما قلتلكم كل ما بيطلع هرين كده او رغاوي انا بحاول اشيلها وفي نفس الوقت لازم لازم تخليكوا جنب الفراولة لو انتم بتعملوها لان ممكن في ثواني تلقوها فارج وتبهدل ادامي فاحنا عايزين حاجة بتاعتنا تطلع حلوة وفي نفس الوقت تبقى المكان بتاعنا مضيف مش مبهدي موطين النار عليها وشغالين عليها بالراحة خالص على نار هادي تمام اهو زي ما انتم شايفين كل ما بتطلع ريم انا بشيله في الطبق اهو معي وكل ما بتبتدي تغلي بتخلي بالنا واندينا فيها علشان ما تفورش وتبهدل الدنيا اهو موضوع مش صعب ولا حاجة بس بحتاج نبقى احنا مركزين شويتين فيه طبعا زي ما قلنا بعده احنا شغالين علي نار هادية جدا طيب هحط على الفراولة بتاعتي بعد ما تبتدي تغلي كم غلوة كده هحط عليها نص لمونة مصورة او معلقة مصير لمونة وهقلبهم كده هدية 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 هكت هدية 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 هل ستاوت معنا ولا لا. خدنا شوية اهو بالمعلقة وهنحطهم على طبق. شوية صغيرين. تمام. هسيبهم لما يبرادوا شوية. يعني حطوهم كده في التلاجة مثلا عشر دقايق الطبق دون. وبعدين نختبره ونشوف استاوت ولا لا. احنا برضو مولعين على الحلة بتاعنا. ادي الطبق بتاعي اللي حطيت فيه معلقة اه مربة الفراولة. هعمل ايباقة ايه علشان اعرف هي استاوترة. لا انا سبت معلقة المربة دي في الطبق اه تقريبا خمس دقيقة كده. كده رقيت مع درجة حراريتها هديت شوية. وبمعلقة وهبتدي اعمل خط كده في النورس. لو الجنبين ضموا على بعض اه بصورة سريعة او بطريقة سريعة يبقى المربة بتاعتي كده لسه مستاوتش. انا هنا المربة بتاعتي اهي ضمت على بعض شوية يبقى انا لسه معي وقت على النار اه عشر دقيق كده على النار تاني وبعدين بنختبرها تاني. وبما ان المربة بتاعتنا انا قلتلكو لو احنا عايزين المربة بتاعتنا تكون لونها احمر كده وقوي ولونها يكون جميل. اه فاكرين اه الالوان الغذائية اللي كنت اه اه وريتها لكم في فيديو المشتريات وكننا عملنا بها قبل كده برضو الفواكه المسكرة المجففة هابتدي احط نقطة واحدة بس. النقطة دي هتخلي لون الفراولة. لو هي مش حمرة كفاية هتخلي لونها حلوة اوي 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 اوي. نقطة واحدة من اللون الالوان الغذائية الحمرة سواء الجل او البودر هتخلي لون الفراولة معي. خلوة اوي. ده بالنسبة زي ما قلنا لللون القايم. يا اما هعمل حاجة يعني حاجة من اتنين. هجيب معلقة اتنشا وادوبها في اه اه. يعني معلقة اتنشا في ربع كوباية مية بس. وانزلهم على المربا بتاعتي فهتقلي القوام. طيب انا مش عايز احط مية بعد ما سويت المربا بتاعتي. طيب هعمل ايه? ادي كيس جلي فراولة. تمام? هابتدي افتحه. مش هاخده كله على الكيلو. هاخد نص. نص الكيس. هدوب بسرعة. احنا كده كده الجلي بتاعنا. لما بنعمله بنعمله كويس سخنة. احنا عندنا هنا المربا سخنة. فهندوب بسرعة. هابتدي اقلب كويس. الجلي بتاعي. مع اللون. شايفين اللون ابتدى. يتقل خالص. وكمان القوام بتاع المربا بتاعي ابتدى يتقل. يبقى قلنا اللون. هنحط نقطة واحدة بس من الوين الغذائية. لون الاحمر. القوام. على الكيلو. هحط نص كيس من جلي الفراولة. وده كمان هيخلي الطعم بتاعها. حتى لو الفراولة بتاعتي مسخة. مع السكر ومع جلي الفراولة. هيخلي الطعم حلو قوي قوي قوي. طيب. نسيرها كده خمس دقيقة على النار. وبعدين نعمل لها اختبار بتاع السواتين. رايزة وديكم حاجة ان الفاكهة الفراولة اللي احنا كنا مقطعينها. بصوا. لما بنسوي المربا على نار هادية هي بتتهري وبيتدوب خالص. بصوا يعني وصلت لمرحلة اتنية بقيت كريمي. لو احنا المربا بتاعتنا او الفراولة بتاعتنا لسه قطعة واحنا مش عايزينها قطعة. هنجيب الهند بلندر. ونضربها به والنعمة. بس انا هنا عشان مسويها بصوا على نار هادية. بصوا. القطع ده بتخالص ازاي. والقوام بتاعها تقل عشان حكتين. احنا سويناها على نار هادية. مع اللمون والسكر. وكمان الجلي اللي احنا حطناها جلي الفراولة. كمان تقلها. اللون. اللونها حلو قوي. وكمان رحتها جميلة جدا. والجلي الفراولة كمان هيقوي الطعم معنا. حلوة جدا 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 جدا. تعالوا بقى نختبر السوا بتاع مربة الفراولة. هناخد معلقة تاني. وادي الطبق. ونحط المربة في الطبق. ونسيبها لغاية ما درجة حرارة المربة تهدى خالص. تاني بعد كده خمس دقايق. وبعدين نشوفها استويت ولا لا. درجة حرارة معلقة المربة اللي طلعناه في الطبق هديد شوية. تعالوا نعمل الاختبار زي ما عملنا المرة اللي فاتت. تعالوا نعمل خط كده. ونشوف المربة بتاعتنا هترجع بسرعة ولا لا. هنستنى عليها برضو. عشر دقايق. وتعالوا كده نعمل الاختبار بتاع المربة بتاعتنا بعد ما تطلبناها وسبناها. بصوا بقى. ما نرجعتش. او مضمتش على بعض. اه بسهولا. يبقى كده المربة بتاعتنا استويت. يبقى هنتفعليها النهار. ونسيبها تهدى شوية. وبعدين نعبيها في البارتامونوت اهو زي ما انتوا شايفين اقرب عالكم تاني اهو بصوا عملنا من الفراولة اللي خزلناه وشناف الفريزة في الكيس وعملنا من الفراولة كمان المربة وكن عملنا في فيديو قبل كده زبدو هحط لكم برضو اللينك بتاعه طيب بيجي مع الفراولة اه فراولة بتكون مستوية شوية هي ما بتكونش بايزة هي بتكون مستوية شوية هنرميها لأ مش هينفع نرميها ومش هينفع نعمل بيها مربة ومش هينفع نخزنها في الفريزة طيب تعالوا بقى نعمل بيها عصير فراولة حلو جدا اهي الفراولة هتعطاها وحطيتها جوه الشفشق بتاع الخلاط هحط طبعا الكمية اللي انتوا هتستعملوها انا انا حطيت هنا يعني ده نص الخلاط اهو طبعا السكر زي ما هتحبوا دعمو المربة برضو انا حطيت مع كوبايتين بتقدروا انتوا تزودوا على حسب السكر اللي انتوا بتحبوه يبقى ايدي فراولة عليها سكر هنزود المية اللي ادوب المية ترطي الفراولة بتاعتي طيب الفراولة بتاعتي بادربة في الخلاط وباجي اعملها عصير بيبقى لونها باهد هنعمل ايه تعالوا بقى نشوف السر اللي هيخلي لون عصير الفراولة بتاعي حلو جدا جدا فاكرين احنا عملنا ايه في مربة الفراولة حطينا نقطة من اللون الاحمر الغذائي نفس الكلام هحط هنا نقطة او نقطتين من اللون الاحمر الغذائي بتاعي تمام تقدروا برضو تحلو العصير بتاعكو اه بالسكر او بالعسل النحل زي ما بتحبه هتربهم في الخلاط وارجع اوريكو هنعمل ايه تاني في العصير تعالوا بقى اوريكو لون العصير الفراولة بتاعي بقى لونه تخفقه تعالوا نفتح كده مع بعض طيب احنا هنحط العصير كده خلاص دربناه في الخلاط لغاية ما السكر بتاعه داب مع اللون الاحمر الغذائي كده خلاص لأ انا خصفي جايبة مصفق هي اه تكون ديقة وخصفي العصير بتاعي علشان حتى البزر الصغير اللي بيبقى فيه انا مش عايزاه وده زي ما بيعملوا في محلات العصير بالزلط اهو نبتدي بقى ان انا اصفي العصير بتاعي لجد لونه حلوة قوي قوي انا انا هصفيه وهتلع البزر صغير ده خالص وبعدين نبتدي نحطوه في الكوبات بتاعي صفيت العصير بتاعي بصوه حتى البزر الصغير خالص اهو على الجناب اهو دول انا مش عايزاه في العصير تعالوا بقى اوليكم لون العصير نفسه بصوه لونه بنوحي اللي بقى اوه تعالوا بقى نحطوه في الكوبات وبعدين نحط المربه بتاعينا في البرتمونات تعالوا قبل ما حطت المربه في البرتمونات انا هنا معي البرتمونات دي كانت بتاعي مربه قبل كده ألغسلتها كويس جدا ونشفتها وبعدين شغلت العين البتجاز الصغيرة خالص وابتديت اقلب البرتمونات زي ما عملنا في الثمنة فاكرين لما حطينا صيحنا الزبدة وعما حولناها الثمنة وبردو حطناها في البرتمونات على العين كده من بعيد بحيث البخار او الدخان بتاع او السخونة بتاعت النار تدخل جوه البرتموناتعقمه اللي نخلي بالنا النار ما تبقاش قوية قوي علشان البرتمونات ما يطقش وفي نفس الوقت السخونة بتاعته ما تبهدلناش ايدينا فانا شغلت النار على العين الصغيرة وابتديت اقلب من فوق كده بعيد شوية عن الشعلة اقلبه بحيث الحرارة تدخل جوه وتعقمني البرتمونات اللي مش يعرف يعمل كده هيحط البرتمونات في صنية ويدخلها الفرن تكون شغالة على نارها دي خالص ويسيبهم كده لمدة خمس داية وعشر داية ويطلح تمام؟ نبتدي بقى نغذ المربة وهو رحي وبكده نكون عملنا ادي مربة الفراولة وادي الفراولة اللي فرزناها وكمان عملنا عصير الفراولة زي ما بيقدموه في القفيهات كمان احطولكو في الديسكريبشن بوكس الطريقة بتاعة الزبادوب بتاع الفراولة هيعجبكو جدا برضو اتمنى تجربوه وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يكون سهل وسريع ومفيد بالنسبةلكو استنونا في فيديوهات تانية جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر